مساء الخير على الجميع كيف تلاحظوا هذه الوازات بالحجم الصغير خدمتها اليهم في الفيديو الأول وفي الفيديو الثاني كيف تلاحظوا باللون الأزرق الفيديو الثاني باللون الأصفر وهذا سيكون باللون الوردي كيف تلاحظوا الوازات باللون الأبيض يعني صباغة زيتية وهذا هو الشكل الثالث اللي قلت لكم أنه باللون الوردي كيف تلاحظوا بنافس الطريقة اللي خدمت غير ما بيش نعود عود ثاني نفس الخدمة مهم كانت من هذا الفكرة كذلك تعجبكم وهذا اللون كذلك خلط فيه بين الورود كيف تلاحظوا الحجم الصغير بالساف والحجم اللي كبر منه وكيف تلاحظوا اللوب أو الداخل الوردة حاولت ندير لي لون مختلف على اللون دي الوردة ومهم باش يعطيها واحدة طابع ديال أنها شبه طبيعية المهم دي هي الخدمة أو الفيديو الثالث كينين فيديوهات آخرين إن شاء الله غدي نحطوهم لكم مدم أنه كينين عشاق ديال العجينة ديال السيراميك أو الأعمال الخاصين بها المهم كيف ما لاحطوا ما بغيش نعمرها بالساف يعني هذي قللت فيها شوية كين اللي غدي بغي أقل يعني كلها والدوق ديالو والأضواق لا تناقش وغادي تلاحظوا ههو مجمعتهم ثلاثة يعني كيتحطو حتى وحدة لذلك أنا بغيت يعني ندير لهم نفس الحجم ديال فوزة لكن ونفس تقريبا نفس الأشكال ديال الورود لكل الألوان مختلفة باش نتيتحطيهم يعني في بلاسة وحدة كيجو كيف ما كتلاحظو كيجو يعني أنيقين وحاجة يعني مختلفة كنتمنى إن شاء الله الفكرة تعجبكم ممكن تبقوم على فازات أكبر المهم هذا نموذج أو شونتيون أو فكرة تقاسمتها معكم وكنتمنى تنال الإعجاب ديالكم المهم هذا هو العمل اللي كان وكنتمنى إن شاء الله يعجبكم وشكرا جزيلا